في دمشق القديمة ومنذ أربعين عاماً تقيم هايكا فيبا الألمانية التي تحمل الجنسية الأردنية ومزالت هناك تمارس التطريز اليدوي الذي هجره الشرقيون بلغة عربية ضعيفة تتحدث هايكا فيبا عن حياتها في دمشق منذ أربعين عاماً ألمانية تحمل الجنسية الأردنية تقيم في هذا المنزل بدمشق القديمة منذ عشرات السنين وتعمل بالتطريز الشرقي أنا جيت للسوريا من قبل أربعين سنة من 1982 أنا هون بالسوريا احنا كنا نعيش بالمنطقة الشرق العوصر لأنه جوزي سابقاً كان فلسطيني وتعرفت عليه بألمانيا أنا ألمانية أمي أبوي ألمان أنا دائماً بقول أمي أبوي ألمان وأنا سوريا يعني أنا كثير تعودت هون النمط للهياة وكثير بحب سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بالشكل العام أغلقت هايكا متجرها ومؤسستها المختصة بصناعة المطرزات الشرقية خلال الحرب لكنها عادت مجدداً لنشاطها بالتعاون مع عدد من النساء لواتي عملنا معها سابقاً أنا بألف وتسعمية وتمانية وتمانين تأسست مؤسسة عنات للتطريس والأشغال اليدوية ومن بوقتها أنا بشتغل به لهذا النوع لما صار الحرب طبعاً قبل الحرب كان عندنا شركة كبيرة يعني مشغل كبير ومحل وكان في عندنا هوالي أكثر من ألف إمرأة اللي كانوا يشتغلوا معنا بكل سوريا بعدين لما صار الحرب طبعاً واحد ما بكتر يوصل للمناطق وأغلب النساء اللي كانوا يترزوا صاروا لاجئين لأنه يعني أغلبهم من مناطق الفقر يعني الفقيرة فصاروا لاجئين تردوهم من قراءهم فوقف كل شغلنا وحلأ أنا بلشت مرة تاني لأنه البنات اللي أعرفوا أني أنا موجودة لسا طلبوا مني بدهم يشتغلوا مرة تاني وهموا أحبوا التطريس وأحبوا يعني بحسوا أنه هاي جزء من شخصيتهم أنه يترزوا تذهب صاحبة مؤسسة عنات عميقاً في مهنتها حيث أنتجت كتاباً حول فن التطريس وتاريخه يشرح مختلف أنواع مدارس هذا الفن ورموز التطريس المرتبطة بالثقافة والتاريخ حسب المناطق هذا الكتاب أنا يعني نتيجة باحث فترة طويلة 40 سنة كان هيك باحث أنا لما أجلت على المنطقة وشفت التياب والرسمات لأليها أنا استغربت أنه أول إشي ليش النسوان كانوا يترزوا عندهم الفلاحين كان عندهم من زمان شغل كتير يعني مو زي ما إحنا اليوم تحتفظ هاي كاذيبة في منزلها ببعض المنتجات المطرزة يدوياً تتحدث عنها بالكثير من الحب وتقيم بشكل مستمر معارض فنية للوحات تطريزية بثقافات مختلفة حمى طوالبه رؤيا دمشق